السلام عليكم السلام عليكم نرى المستوى الرابع بل نسبة المستوى الرابع ساتھ ساعة وانافس بنسبة المكونة یہ مکوين적인 تعوص وقراءة والظاهر العقوية والكتابarian و let's keep them المئن بهς المستوى الرابع لم ننصف الاسطماع بالتحدد نطلب مشكلة conscience لتعبورة واصل الشفاية الممكنة على صصف مودة كل حصه 30 دقية كل اسبوع كنقرر حصة ونص سماعي كتقررنا في اسبوعين يعني حصة في الاسبوع يعني جوجد الحصة باش نقرر نص سماعي الحصة اللولة مدد ياله 30 نقيقة شنو كنديرو فيها الفهم المسموع فهم المسموع وتحليلوه مناقشتي واستثماره هادي في الاسبوع اللول حي تكون حصة حصة في الاسبوع اما بالحصة الثانية 30 دقيقة اعادة انتاج الشفاهي في الاسبوع الثاني يعني باش نص واحد في اسبوعين يعني نصين سماعيا في كل واحدة حيث الوحدة كنا فيها ربعات الاسابيع الاسبوع الخامس الدعم والتقويب في الاسبوع اللول والتاني كنديرو نص سماعي تالت والرابع نص سماعي يعني نص سماعي في اسبوعين نظم واضح ندوز المكون القراءة بنسبة المكون القراءة 30 دقيقة لكل حصة كنت نشوفو 45 دقيق هنه 30 دقيقة بنسبة المستوى الرابع 30 دقيقة لكل حصة شنو كنقرر نص الوظيفة والنص الشعري والنص المسترسل كتزاد نص المسترسل بنسبة كيفاش كنديرو تستبير ديال الحيث في الاسبوع اللول كنديرو نص واضيفة في ربعات الحيثاز المدة ديالهم 30 دقيقة كنديرو الحصة الخامسة اللي غد بقنا كندير فيها النص المستوى الجزء الأول صنزب بالاسبوع الأول كنديرو نص واضيفة الأول والنص والجزء الأول من نص المسترسل اول مد دياله 30 دقيقة أسبوع التاني كندون نص واضفي تاني توفي ربعات الحيث träثين دقيقة وزائد لحصة الخمسة نص المسترسل الجزء التاني كنكونو مازال مكنب عديةو الناس المسترسل هما النسل الواضيفي نقومه في الأسبوع الأول في الأسبوع الثاني نس LOOK YOU王ic في الأسبوع الثالث نص واضيفي ندوز أسبوع الثالث نص واضيفي استسمح قلنا أن ندوز الأسبوع الثالث نص واضيفي هوkers نقر circumstفر واضيف ثالث وجدت نص واضيفي حيث كل أسبوع نقرر نص واضيفيه بعد الحيثث لمدة expon أي 30 دقائقه والحيثة الخامسة نقرر فيها نص المسترسل في الحصة الخامسة جزء ثالث يعني كيكون النص المسترسل ما زال ما تسالاش بالنسبة للأسبوع الرابع ما كنقرر وش النص الواضفي كن ولي ونقرر النص الشعري فاربعات الحصة هو المدة ديالو 30 دقيقة والحصة الخامسة كتبقى النص المسترسل كما الأسبوع الاول والثاني والثالث الجزء الرابع والاخير مدى ديالو 30 دقيقة يعني شنو كنقرره نص الواضفي الاول والثاني والثالث مدى ديالو 30 دقيقة والفي الأسبوع الرابع ما كنقررش نص الواضفي كنقرره نص الشعري أما بالنسبة للنس المسترسل كنقرروه في الحصة الخامسة كل أسبوع مدى ديالو 30 دقيقة كنظن واضح بالنسبة الاسبوع الخامس اه كندروا تكويمه الدعم هذا معروف دبا اه شنو وقلنا انا نص وظيفي في الاسبوع في ربعات الحصاص نص وظيفي في الاسبوع يعني احنا الوحدة شحن نقرر فيها من نص وظيفي يعني ثلاثة دي النصوص وظيفية في الوحدة ونص شعري في الوحدة حيث نص شعري نقرر في الاسبوع الرابع ونص مسترسل واحد في الوحدة حيث نص المسترسل نقرر في الاسبوع الاول الجزء الاول الجزء الثاني في الاسبوع الثاني وجزء الثالث في الاسبوع الثالث والجزء الرابع والاخر في الاسبوع الرابع يعني نقرر نص مسترسل واحد في الوحدة وثلاثة نصوص وظيفية ونص شعري عنده زادة بالمكون الثاني اللي هو الظواهر عفوا المكوين الثالث الظواهر لغوية بنسبة الظواهر اللغوية شنو نقرأ فيها الصرف والتحويل التراكيب والاملاء المدة ديال كل حصة ثلاثين دقيقة نقرأ حصة في الأسبوع والظاهرة كل ظاهرة فيها حصتين يعني الصرف والتحويل باش غدين نقرأوه خصوشوش ديال الحصة يعني حصة الليولة غتكون في الأسبوع الأول والحصة الثانية في الأسبوع الثاني ونقرأنا ظاهرة في أسبوعين يعني كذلك الأسبوع الرابع والخامس ما نقرأنا ظاهرة يعني جوج ديال الظواهر في الوحدة كل ظاهرة في حصتين كل ظاهرة كنقرأوه في حصتين شنو كندرو في هذه الحصت الحصة اللولة في الأسبوع الأول كندرو استكشاف الظاهرة وبناؤها الحصة الثانية كندروها في الأسبوع الثاني كندرو تسبيس وتطبيق هذه الظاهرة يعني ظاهرة نقرأها في اسبوعين. حيث في اسبوع. حيث الولى كندر استكشاف. حيث التانية كندر تثبيت. نظن مفهوم. ظاهرة في كل وحدة. حيث الاسبوع عين كنقرأ فيه ظاهرة. واسبوع الولو الثاني ظاهرة. واسبوع الثالث والرابع ظاهرة. يعني ظاهرتين في كل وحدة. نظن واضح. نزود لبا مكون الكتابة. بالنسبة للمكون الكتابة. هنشوفوا في تطبيقات الكتابية والتعبير الكتابي. بالنسبة للحيث حيثة ended 45 دقيقة. قلناك الكتابة على تطبيقات الكتابية وتعبير الكتابي المدة ديه sympathy 45 دقيقة. بالنسبة لل تعبير الكتابي نرى فيه الكتابة التفاعلية.写 موجودة في المستوى الرابع كثير من الوحدة الأولى. فقط. اما لوحدة الأخرى سترى لوحين العيوني وطولة خليقة الخيس توسيع تحويل خيال هل سنشوفه في الوحدات الاخرى وكي جينا كذلك مكون دي المشروع الوحدة نقرأ مشروع الوحدة مدة دي الكل حيثة 30 دقيقة احنا رح نذكرنا في المستوى الثالث يعني المراحل اللي كتدار في مشروع الوحدة مدة دي الحيثة 30 دقيقة نعود نذكر لكم مراحل دي المشروع الوحدة لدينا التخطط إنجاز إتمام الإنجاز والعرض كل حيثة كنديرو مرحلة مدة الحيثة 30 دقيقة يعني كيكون عندنا مشروع واحد في الوحدة هنا نكون سالية المستوى الرابع وان شاء الله في الفيديو الجاي غنشاركه معكم مستوى الخامس والسادس هم ساهلين يعني المستوى الخامس والسادس عندهم نتقل بالنسب المكونات سوف نتشجعه معكم في الفيديو واحد ونتمنى الفيديو ديوم يكون الإعجاب ديالكم وما تنسونيوش باقتاج و لايك وباش نتشجع ونزيد نعطيكم كتر إن شاء الله وبسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة